أما ما ينشر من الخناء والفجور في كثير من القنوات في هذا الشهر بزعم أنهم يسلون الناس في رمضان فهذا من أخبث المسالك كثير من المسلمين اليوم رمضان عندهم موسم للنوم والكسل هذا في النهار وأما في الليل فإنهم على المسلسلات الهابطة والتمثيليات الصاقطة وما أشبه ذلك مما ينشط بها الفسقة وأكثر ما يبثونها في رمضان يشغلهم الشيطان لهذا وهذا لا يتعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأقفلت أبواب النيران وصفدة الشياطين أو سلسلة الشياطين فإنها المراد به مردة الشياطين مردة الشياطين فإنها مصفدة وأنهم لا يصلون إلى ما كانوا يصلون عليه بغير رمضان أما أنه لا يحصل معاصي في رمضان فهذا لا يتعارض مع الأحاديث فإنه يحصل لكنها ليست كغيرها ليس رمضان كغيره من الشهور فإن الله عز وجل يفتح فيه أبواب الجنة لكثرة الأعمال الصالحة وتغلق أبواب النيران وتسلسل الشياطين المرد منهم وتسلسل الشياطين أما ما ينشر من الخناء والفجور في كثير من القنوات في هذا الشهر بزعم أنهم يسلون الناس في رمضان فهذا من أخبث المسالك وهو إشغال للناس عن قراءة القرآن فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان يجتهد في العمل أكثر من أي وقت آخر ويأتيه جبريل في كل رمضان ويدارسه القرآن ويعرضه عليه حتى كان في السنة الأخيرة الذي مات فيها فإنه عرض عليه القرآن مرتين وإذا كان رمضان هو للقيام وليس للجلوس على المسلسلات وما شاكل ذلك ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب فهو وقت للقيام